أهلا وسهلا بكم يا أصدقائي في إطار تعدادات لفروض المرحلة الرابعة لمستوى الأول ابتدائي سنرى امتحان الثاني للدورة الثانية مادة النشاط العلمي المستوى الأول ابتدائي ما يسمى بفروض المرحلة الأولى لمستوى الأول ابتدائي مادة النشاط العلمي لذن لنبدأ الأسئلة والأجوبة والسؤال الأول اكتب تحت كل صورة العبارة المناسبة تغذية الصغار استعداد للتوالد حماية الصغار نحاول نشوف الصورة ونحدو واش مرحلة ديال استعداد للتوالد ولا حماية الصغار ولا تغذية الصغار بالنسبة للصورة الأولى فهي كتمثل استعداد للتوالد استعداد للتوالد الصورة الثانية كتشوف هنا حماية يعني كتحمي الصغار ديالها يعني هنا يأنتدي القرد إذن هنا يأتحمي الصغار إذن حماية الصغار حماية الصغار نمشي صورة ثالثة كتشوفوا هنا يأتكير دعوه يعني هنا يأتغذية الصغار نكتب تغذية الصغار صورة الرابعة كذلك الطائر يعني كي يجيب المكلة ولد دعوه كي يوكله إذن هنا يأتغذية كذلك الصغار تغذية الصغار نعم سلينا السؤال الأول نذهب إلى السؤال الثاني اكتب ولود أو بيود تحت كل حيوان كين من أصناف الحيوانات كينة اللي عندها يعني كتولد بحل إنسان يعني كتولد مباشرة الصغار دياله وكين اللي كتخرج البيض يعني بيود ومن بعدك البيض والي كيف قصه كيخرج الصغار إذن بحل الطيور بحل زواحف بحل أسماك هادو أصنف تصنف بيود مثل بحل أبقار إلى آخره هادو تصنف يعني صنف والود إذن وكان واحد مثلا كيقولو هالناس العرب يعني قبل كيما كانو كيصنف والود أو بيود كيقول لك لي عندو الودنينة را والود لي ما عندوش الودنينة را بيود وهاد يعني وهاد تصنيف وخه هو مشي منطقي أو العلمي ولكن فهمتي يعني يعني ألاحظتي قد القانيس بالصح لي ما عندوش الودن را كيكون بيود ولي عندو الودن بحل بقار والحمار يعني الأبقار ومثلا يعني الأغنام إلى آخر الفيل كلهم والود إذن عصنفه هنا عنا تمساح فهو من زواحف بيود هنا البقرة ولود لأنب ولود السلحفات بيود الفأر ولود هنايا تعبان بيود يعني الزواحف كتكون بيود الفيل ولود هنايا يعني أنسى الحمار ولا يعني هنايا ولود هنايا الضفدع بيود الأسماك كذلك بيود هنا هنايا بالنسبة صنف لهم الحيوانات إلى ولود أو بيود إذن بالنسبة الزواحف بحل تمساح والتعبان والضفادع وكذلك السلحفات والأسماء كلها أصنف تصنف من حيوانات البيود حيوانات أخرى مثل الفأر أو الأبقار أو الفيل أو اللبوء إلى آخره كلهم حيوانات ولود إذن سلينا هالتمرين شو التمرين الثالث إذن عن شو التمرين الثالث رتب مراحل النمو الضفدع بوضع الأرقام من واحد إلى خمسة بالنسبة هنايا عن حوله رتب مراحل النمو الضفدع من واحد إلى خمسة أول مرحلة هي مرحلة البيض هنا بايد نكتبها هنايا باش تعرفوها بايد المرحلة الثانية يعني جنين أو أبو دنيبة كما كنت لنا أو بالنسبة لمرحلة الثالثة هي نمو الأرجع الأرجل الأمامية بالنسبة لمرحلة الرابعة ضفدع غير بالغ باقي صغير وبالنسبة لمرحلة الخامسة هو ضفدع بالغ نعم صنفنا كين مرحلة الأولى بايد مرحلة الثانية مرحلة جنين مرحلة الثالثة نمو الأرجل الأمامية المرحلة الرابعة ضفدع غير بالغ والمرحلة الخامسة هي ضفدع بالغ إذن عم شو السؤال الأربعة دبا مراحل النمو الفراشة والارقام من واحد الى اربعة بالنسبة مراحل نمو الفراشة بالنسبة الفراشة كذلك هي ملحة نستصنف بايوت اول حاجة كيفاش كتكون الفراشة في اللول هنايا بيضة المرحلة الثانية هنايا كتولي يا رقا المرحلة الثالثة خروج الفراشة كيبدت بالفراشة ومن المرحلة الرابعة هي الفراشة كتخرج مرة وأن تع goin صارفiche مرحلة اولى يعني بيضة مرحلة الثانية كتولي عنديل يارقا يعني البقى الفراشة ماخرجتش يعني مع ديارقا بعد ديارقا كتخرج كتتحول يعني كيبد بداي الخروج الفراشة من بعد لفراشة كتولي يعني..هنايا مرحلة النمو ديال كتولي فا话 فراشة Islam احنا هذا مرحلة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ومشو السؤال الخامس سلبي سهم هنا عنا نان سلب سهم على حسب نوع نوع حيوان أو نبات أو جماد جماد هو اللي ما كيتحركش نباتاتي الظهور وورود والأشجار إلى آخرين والحيوانات ما يصنف إلى حيوان إذا هنا ساحة إطيادي ما كيتحركش إذا جماد تيبن تيبن هو ذلك شي اللي كي يأكل اللي كي يكون في الطبيعة ولي كي يأكله مثلا مثلا كي يأكله أغنم إذا تيبن هو أصن جماد ما كيتحركش وممكن اعتبره كذلك من النبات لأنه يعني دخل في النباتات إذا تيبن نبات زهرة زهرة هنا نبات كذلك نعجة هنا نعجة من الحيوانات إذا حيوان بيضة إذا بيض أصلة ديالها تخرج من الحيوان إذا فهي حيوان كذلك بالنسبة النعناع فهو نبات وبنسبة الجمل فهو كذلك حيوان هنا صنفنا هاد الكلمات أو هاد العبارات إلى يعني كل وحدة والصنف دياله حيوان نبات شكرا وإلى اللقاء شكرا